أهلا بكم المنطقة المنكوبة بالحروب والصراعات فاقم الزلزال اليوم الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا مآسي شعوبها وجاء دويه صاعقا في لبنان في الارتدادات والذي يعيش بالأساس على وطيرة هزات كثيرة ومتتالية تضربه في الشغور الرئاسي والانهيار المميت تكاد تقفل سلم الدرجات إلى حد بلامسة الخطورة الكبيرة في النشرة الأرضية دفع لبنان ضريبة في عدد من الضحايا سقطوا في أماكن تواجدهم في سوريا وتركيا فيما لم تسجل أي إصابات بالأرواح في الداخل ونجى بأقل الأضرار الممكنة من ارتدادات الزلازل وفي النشرة الجوية فرح تواصل العربدة في الأجواء أمطارا وثلوجا أدت إلى قطع عدد من الطرق الجبلية وانهيارات ومستنقعات النشرة السياسية لا تحمل جديدا بانتظار اللقاء الخماسي في باريس فيما لفتت المهادنة القضائية بين عويدات والبطار الذي أرجع استجواباته والتي كانت مقررة اليوم بما يسمح باستكمال الاتصالات بحثا عن الحلول في ملف المرفأ المرفأ